مجلس السيادة حاضرة الإقليم دارفور الفاشر وكان في استقبالهم مني أرقو منناوي حاكم إقليم دارفور والزيارة هي بهدف الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية والذي سيعقد اليوم بحضور الأعضاء الكاملين ويناغش هذا الاجتماع سير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي هي مرتبطة بمسار دارفور والتي جاءت في اتفاق جوبا للسلام بالإضافة إلى تشكيل الغوة المشتركة ذات المهام الخاصة بتحقيق الأمن والسلام في الإقليم طبعا الزيارة برتكوليا كده تبدو غريبة يعني باحتبار أنه دائما الرجل الأول والثاني ما بستافره سوى ما بيصادفه في مناسبة يعني دائما برتكوليا كده لكن الآن الوضع مختلف باحتبار أنه أمر عسكري لمجلس السيادة في التالي في ناس يعني يتكلموا في النقطة دي لكن ليست أمرا مهما في تقديري طيب الأمر المهم الأمر المهم أنه هم قصدوا أن الاجتماع ينغلوا الاجتماع من الخرطوم إلى الفاشر اللي اعتبار أنه هي المنطقة المعنية بالترتيبات الأمنية النقطة الأساسية والرئيسية في هذا الأمر هو موضوع الترتيبات الأمنية حقيقة الموضوع هذا شائك جدا وموضوع معقد جدا جدا وأثر على العملية برمته يعني عملية السلم والأمن العملية السياسية بعد توقيع اتفاق سلام جوبا في أكتوبر من العام 2020 وحتى الآن لا جديد في الترتيبات الأمنية فيه معضلات حقيقية بتواجه هذا الاتفاق معضلات مالية فيه أزمة مالية بتواجه تمويل الاتفاق اللي نصت عليه بالتزامات مالية متعددة بل إضافة إلى التزامات أخرى التزامات أخرى مرتبطة بمزألة الترتيبات الأمنية اللي ما كانت واضحة واللي أثرت بشكل كبير جدا في عملية الوجود الأمني فالناس كانوا يتكلمون دائما في أنه لا بد من إيجاد حلول تنهي هذه الأزمة أزمة الترتيبات الأمنية اتفاق سلام جوبا خرج في محاور مختلفة يعني محاور مرتبطة بمسارات مسار الشمال، مسار الوسط، مسار الشرق، مسار دارفور ومسار الوسط الخلافات كانت كبيرة جدا في مسار الشرق وشغن التطورات الكبيرة جدا من أهل الشرق والآن أيضا في الشمال ثم الوسط ومسار كردفان كمسار والإضافة إلى دارفور اللي استحوزت على المنصيبة الأكبر باحتبار أنه هي المنطقة اللي كانت أكثر اشتعالا والمنطقة التي كانت فيها الحرب يعني بشكل واضح والتي ناقشت الاتفاق القضية بتاعت الترتيبات الأمنية تعقيداتها في أنه وجود غوات غوات في مناطق مختلفة وأوضاع مختلفة والناس تكلمت عن هذا الأمر وفي تهديدات من بعض المنتسبين للحركات لكن طبعا أكيد أنت بتتكلم الآن عن عام ونصف لوجود غوات إذا كان في العاصمة أو في المدن أو خارج المدن غوات لم ينظر في أمرها حتى الآن ومؤكد دي قضية كبيرة جدا جدا إنك أنت تترك غوات زي دي بدون ترتيبات فده كان خطأ في الاتفاقية الاتفاقية كان فيها استعجال وكان فيها تسرع وكان فيها محاولة لجلب السلام فقط كانت فيها عملية جودية أكثر من عملية منطقية وواقعية يعني الأحاديثة التي دارت والذي كان بالدور كان فيها شكل جودي بعد تغيير النظام وحميتي على رأس الوفد المفاوضات وتصالح مع غيادة الحركات اللي غاتلة ووجود دولة جنوب السودان كوسيط الوسيط توت قلواك اللي عايز يعمل اختراق فكان في حوار ودي هو طيب ومقبول لكن ما كان يعني يستطيع أنه حوار بهذا الشكل أنه يجلب سلام عشان كده شفنا المشاكل والتعقيدات اللي كانت في شرق السودان واللي فتنة كانت كبيرة جدا جدا بسبب هذا الاتفاق ثم الاتفاق منغوص ليلا أنه في أطراف ما موجودة اللي هو عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور بالرغم من غانات الكاملة والتامة أن الشخصين ديلا ما عندهم أي رقبة ولا أدنى رقبة في أي سلام لا الآن ولا مستقبلا